كمان خلال المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي عن استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في العديد من المجالات التصنيع الصناعة مش كلامها تقوله يحصل الصناعة حلقة متكاملة مش مجرد مصانع وعماء الصناعة قرار وكان القرار ان الدولة المصرية لازم تفتح الملف ده وتشتغل على خطة متكاملة تنقلها من منطقة الاستهلاك لمنطقة الانتاج القرار كان صعب لانك مش بتاخد قرار في حاجة واحدة بالعكس محتاج قرار في مجامعات صناعية وتوفير طاقة ومستلزمات انتاج ونقل تم بالصناعة وزود المدن الصناعية فعلاً والقرود الصناعية لقى الدولة يعني مهتمية جميلة او او بالصناعية لكن الدولة المصرية قبلت التحدي واشتغلت على الملف بكل طاقتها وحطينا حلول المشاكل وقدرنا نسخر كل مواردنا علشان نوصل لغاية الانتاج اجمال حجم المشروعات في قطاع الصناعة خلال التسع سنين اللي فاتوا وصل 128 مليار جنيه يمكن الرقم دي يكون هو اجابة سؤال بعض الناس عن ايه اللي عملته الدولة في ملف الصناعة والاجابة بتكمل بمبادرة لاعادة تشغيل المصانع المغلقة وقروض لتمية المشروعات الصغيرة ب46 مليار جنيه وده من خلال جهاز تمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر مش بس كده لا كمان منح بقيمة 3 واحد من 10 مليار جنيه لمشروعات البنية الاساسية والتمية المجتمعية والتدريب وقدرت الدولة تقدم حوافز للمصدرين وصلت لـ 56.5 من 10 مليار جنيه الدولة قررت تنشئ بنية تحتية للمصنعين الجدد اللي كانوا مش عارفين يعملوا ايه وانشأنا 17 مجمع صناعي باجمال 5,046 واحدة صناعية في 15 محافظة بتكلفة وصلت لـ 10 مليار جنيه وتم الانتهاء من تخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% والانجاز مستمر وقدرنا نرجع وانطور صناعات استراتيجية زي صناعة الغزل والنسي وده من خلال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم في المحلة الكبرى وصناعات تانية مهمة زي صناعة الألمونيوم والصوم ومش بس كده وطنا صناعات جديدة زي صناعة السيارات الكهربائية والصناعات الخضراء والصديقة للبيئة كل ده غير إنجازات الدولة في مصانع الاستزراع السمكي والرخام والجرانيت وإنجازها في وضع اسم صنع في مصر على أكبر مصنع أسمنت في الشرق الأوسط في بني سويف ما كانش ينفع نعمل نهضة صناعية حقيقية بدون دعم تشريعي ومحاربة البيروقراطية الدولة المصرية بدأت في تغيير كل القوانين والترخيص الصناعية ولإن الإنسان هو العنصر الأساسي في الصناعة اهتمت الدولة بملف التدريب والتأهيل عشان تواكب التطور اللي حصل في كل المعدات والأجهزة علشان كده تم تدشين 43 مركز تدريب مهني في 18 محافظة وتنفيذ 876 برنامج تدريبي وده بالتوازي مع استكمال برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي مفيش حلم بيبقى حقيقة من غير تحديات ويمكن مفيش أكبر من تحدي أزمة كورونا اللي وقفت كل مصانع العالم وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على أكبر الاقتصاديات في العالم وده أثر على مصر في رفع فاتورة الاستراض الدولة وجهت الأزمة وفكرت وقررت أنها لابد من توطين الصناعة للمنتجات اللي بنستوردها بشكل كبير وعلشان كده ظهرت مبادرة إبدأ اللي كان الشغل الأساسي بتاعها تسهيل الإجراءات على أي حد عنده فكرة للتصناع المحلي وتقديم كل الدعم اللوجيستي والمدي وبدل ما كنا بنصدر ثروات مخام لغيرنا عشان يصنعها بقينا نصنع ححنة ونكفي سوقنا المحلي وكمان نصدر لغيرنا البص ده مكتوب علي الصنع في مصر الجملة اللي باعت متدولة في الأسواق العالمية مش غريب دلوقتي تلاقي الجملة دي على منتجات في أسواق كتير حوالين العالم وده يمكن قدر أنه يخفض العجز في الميزان التجاري لحوالي 42.8 مليار دولار ولسه الرقم هيئلة أكتر طول ما مصنعنا شغالها وصلنا بالقطاع الصناعي أنه يساهم بـ 16.8% من الناسج المحلي الإجمالي كل الأرقام يمكن تفهمها أكتر لما تعرف أن قطاع الصناع في مصر بشغل أكتر من 3.7 مليون مصري التطور الكبير في الصناعة خلنا نقدر نصدر بـ 35.8 مليار دولار حجم الصدرات المصرية في 2022 بزيادة 61.3% عن 2014 والحلم مستمر أنه نوصل هدفنا المئة مليار دولار صادرات مصرية ملف الصناعة المصريين عملوا فيه معجزة معجزة ما كانش هدفها بناء وتشغيل مصانع لكن كان هدفها الأكبر أنها ترجع مصر على خريطة الصناعة في العالم